بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حلقة النهاردة هتكون عن طريقة انشاء ملف للعبة احنا كنا مسطة بينها قبل كده او مسطة بينها حاليا وعايزين نعمل لها الملف ده عشان لما نعمل نصحة جديدة عن طريق ان انت تدوس على الملف ده اللعبة اتسطى الثاني وده على سبيل المثال لعبة Probation Soccer 2018 اهو هو ده ملف احنا بقى نتعلم ازاي نعمله مع بعض اول حاجة هنروح على Start وبعد كده Run ونكتب كلمة Re G That R E G E D I T اه كلمة ما موجودة تحت في شرحة الفيديو بعد كده هندوس اوكي هتظهر القائمة دي هم عشان تقدر تعمل بقى ملف ده هنروح على HKE Local Machine ونفتحها بعد كده هنروح على Software ونفتحها ونشوف ونشوف احنا هجين نعمل Registry ده الانه لعبة طبا احنا قلنا هنعملها اللعبة دي شركتها كونامي فهندور على فولدر كونامي فولدرات دي اهو بقيته هنفتح الفولدر ده هيظهر فولدر جديد اسمه P13 ولو مسطب انت تانية هيظهر برده نفس الموضوع فعشان تعمل ملف هتدوس كليك يمين وتروح على كلمة export وتدوس عليها بعد ما ندوسنا عليها هو هنا بيطلب منك تحديد مكان هنختار ال desktop ونكتب اسم الملف مثلا اي اسم وندوس save ملف ونقفل الحاجات دي ونروح لمكان اللي احنا حفظنا فيه اهو ده ملف ملف هنفتحه ملف ويندوس ياس وبعد كده اوكي ونروح للعبة ونبتدي انشاغلها اوكي 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 ونروح اوكي 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 بنتحق اللي قا Shooting مالي اوكي اوكي فكرة الطريقة دي ممكن تنفع لو حد لو حد عايز يجيب اللعبة من صاحبه مثلا وهي عند صاحبه متسطابة عادي ياخد اللعبة متسطابة عادي بس يعمل هو عند صاحبه الملف ده وياخدهم ياخد اللعبة والملف ويجي في جهازه ويخط اللعبة ويشغل الملف عادي جدا او ان هو ياخد اللعبة لوحدها ويدور بقى على ملف ملف ريجيستري اللعبة لو حاول اللعبة والسنة برضو هرفعه للناس اللعبة 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 دي كان موضوع حالة النهاردة عن انشاء ملف ريجيستري الموضوع ده ينفع برضو لأي برنامج لأي حاجه متسطابة عادي جازة من كده شكرا للمتابعات كلية وان شوالله انتظريني في حالات اخرى من برنامجنا ولينك الصفحة بتاعتنا موجود تحت لينك صفحة الفيسبوك موجود تحت اصبحت تحت لينك صفحة الفيسبوك مرات ويجب أنهاه ملتاة مولحة موسيقى شكرا للمشاهدة